للحديث أكثر ينضم معي هنا في الستوديو المحلل السياسي اليابني محمد العسل أستاذ محمد أهلا بك معنا أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا يعني بداية رأيكم وتوقعاتكم بشأن المشاورات هل ستكون سهلة وسريعة؟ في البداية حقيقة نأمل أن تنجح المشاورات هذه المرة هناك جهود دولية كبيرة وتختلف عن سابقتها من القولات السابقة لكن ما نراه وما يعود عليها ابناء الشعب اليمن هو أن المليشية الحوثية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل أو أن ترضخ للسلام يعني أعتاد أبناء اليمن من سابق ابتداء من السلم والشراكة ومؤتمر الحوار الوطني وما قبلها إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إلى أن حدث الإنقلاب وكل الاتفاقيات والتي تعتبرونها جماعة الحوثي مع شركائها في العمل السياسي هي أصلا لا تؤمن بالعمل السياسي لو كانت تؤمن بالعمل السياسي لقبلت بأي حوار يعني لكن أقول رغب كل هذه الاتفاقات التي تمت من قبل حتى مع المجتمع الدولي ومع الأشقة لم تفي ولم تلتزم بأي اتفاق ولذلك حقيقة نحن يعني على ثقة بأن المشاورات لن تنجح طالما وهذه الجماعة شعارها الموت شعارها القتل هي لا تريد السلام أصلا هي جماعة لا تريد السلام الأمر الآخر من ذهبوا إلى السويد هم أشخاص معروفين هم يرفضون أجل دالي للأسف الشديد قرارهم ليس بأيديهم يعني لكن نتمنى مع هذا نتمنى أن تنجح هذه المشاورات كما ذكرت المرة الأخيرة لأن أبناء الشعب اليمني يتطلعون لأن تنجح هذه المشاورات ويكون هناك فعلا نية أو حسن نية بادرا من جماعة الحوثي الإنقلابية التي يعني ذهبت اليوم إلى السويد بينما ما زالت تحشد إلى الجبهات وترفض الناس بالسلاح في كل مكان